وكما تحدثت قبل قليل روية فالقصف طالبنا تحتية للطاقة الأوكرانية وكذلك مراكز اتصالات وقيادة عسكرية هنا خريطة أبرز المدن التي تعرضت للقصف اليوم الأبرز طبعا العاصمة كييف إضافة لمدن أخرى مثل لوفيف التي سمعنا عنها كثيرا غرب البلاد بداية الأزمة زابوريجيا النووية ميكولايف دنيبرو وعدة مدن أخرى نتابعها هنا على هذه الخريطة أمامنا الرئيس الأوكراني فورادومير زيلنسكي تهم روسيا بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض على حد قوله وأشار زيلنسكي كذلك إلى أن روسيا سهدفت مدنيين في مختلف المدن الأوكرانية وأن صافرات الإنذار لم تهدأ في الصباح في جميع أنحاء أوكرانيا مشيرا إلى سقوط قتلى وجرح جرأ القصف الروسي تم اختيار هذه الأهداف خصيصا لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ولكن سنعيد بناء كل ما تم تدميره ثقتنا كبيرة في النصر العدو يريد أن نخاف وأن نجعل الناس يهربون لكن لا يمكننا سوى المضي قدما ونظهر ذلك في ساحة المعركة سوف نستمر بالدفاع عن بلادنا عمال الإنقاذ يعملون الآن ونظام الدفاع الجوي يعمل وقد تم بالفعل إسقاط 38 هدفا جويا روسيا مشاهد مهولة للدمار الذي أحدثه القصف اليوم توعدت لذلك وزارة الدفاع الأوكرانية بالانتقام لهذه الضربات قالت إن أوكرانيا لن تستسلم وستواصل القتال أشارت الوزارة إلى أن الصواريخ الروسية لن تنجح في تدمير إرادة الشعب الأوكراني ولا في هز ثقة الحلفاء اشتركوا في القناة